حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله آية أحببت أن أتأملها معكم اليوم ينبغي علينا أن نحفظها نتذكرها لأن كل واحد مننا سيواجه هذا المصير وهو الموت الله تبارك وتعالى يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كلمات قليلة ولكنها والله مرعبة من يفكر فيها حقيقة يخاف يرتعب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد بالفعل أحدنا إذا يعني اشتبه أنه مصاب بمرض معدي بفيروس كورونا بسرطان بكذا يسرى إلى الطبيب يسرى إلى الفحوصات الأشعة يعني يحاول قدر مستطع أن يدرأ الموت عن نفسه يحيد يهرب من الموت الإنسان أيها الأحبة بطبيعته يهرب ويحيد عن الموت ولكن هذا الموت ينتظرك يعني المشكلة أن هروبك هذا هو يعني لن ينقذك من مواجهة الموت الموت بانتظارك على بعد خطوات منك وجاءت سكرة الموت بالحق لماذا سميت سكرة أيها الأحبة؟ حقيقة هناك دراسة علمية لطيفة عن أعراض ما قبل الموت أعراض ما قبل الموت أيها الأحبة تشبه حالة السكر وشرب المخدرات ربما تعجبون ولكن هذا هو الواقع الإنسان عندما يسكر ويشرب الخمر ويسكر ما الذي يحدث؟ تحدث تغيرات في دماغه في كيمياء الدماغ يعني تحدث جفاف في الحلق أو في الفم غباشة على العين أو غمامة على العين يعني لا يرى الصور بشكل واضح بسبب مشاكل في المخ وأعراض أخرى منها مثلا زيادة في دقات القلب منها مثلا ارتخاء في العضلات منها إغماء يمكن أن يتعرض إلى إغماء معين يفقد الوعي أحيانا ثم يعود إذا كان مثقلا في شرب الخمر طيب هذه الحالة هي ما يتعرض له الميت نحن نعلم أن قبل الموت يحدث نقص في الأكسوجين في الدماغ وبالتالي يعاني الدماغ من نقص الأكسوجين وهو ما يحدث أثناء شرب الخمر أيضا الأجهزة الجسد غير قادرة على تزويد الدماغ بالأكسوجين اللازم أثناء السكر لماذا؟ لأن الجسم مخدر وهذا الخمر كما قلنا يحدث تغيرات في كيمياء الدماغ يعني يحدث اضطرابات وبالتالي لدينا أعراض السكر وأعراض ما قبل الموت متشابهة لذلك القرآن ماذا قال لك؟ قال وجاءت سكرة الموت بالحق لم يقل جاء الموت جاءت سكرة الموت يعني هذه السكرة سنعاني منها جميعا حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للموت لسكرت صلى الله عليه وسلم طيب بالله عليكم من أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعراض الموت تشبه أعراض السكر يعني هذا المصطلح سكرة الموت من أين جاء به النبي؟ أنا أخاطب المشككين الآن المشككين ذوي العقول الذي يحب أن يستخدم عقله من أين جاء حبيبنا عليه الصلاة والسلام بهذا المصطلح وأطلقه قبل 1400 سنة وهو مصطلح سكرة الموت لا أجد أي تفسير أو أي جواب إلا أن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو من أنبأه بهذه الحقيقة لأن الله هو أعلم بنا لحظة الموت هو أعلم بما يحدث في أجسامنا لحظة الموت وبالتالي أخبرنا أن لحظة الموت ستكون عبارة عن سكرات تشبه أعراض السكر وبالفعل حتى تجد أن الذي يشرب كثيرا أحيانا يتصبب عرقا يهذو هذيان حالة من الهذيان نفس الشيء يحدث مع الذي يشرف على الموت تجده يخرج كلمات لا معنى لها أحيانا نوع من الهذيان تجد أنه يتصبب عرقا نفس الأعراض سبحان الله والله أيها الأحبة هذه الآية كافية بل هذه الكلمة سكرت الموت كافية لتشهد على أنه رسول من عند الله كما وصفه الله سبحانه وتعالى عندما قال في حق هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق